لا يمكن أن نستخدم السلاح بانقلاب عسكري هل هذه القناعة تولدت لديك يعني بآخر أشهر بآخر سنة سنتيا لو هي متولدة عندك من البداية يعني في فترة ما ألم يكن بعض السياسيين السنة يفكرون فعلا بتمكين انقلاب عسكري بأي جهة كانت أو بأي طريقة كانت أبدا كل السياسيين الذين دخلوا العمل السياسي إنما دخلوا مؤمنين أنه لا مجال للعمل العسكري في تغيير الوضع وأنا دخلت العملية السياسية بالألفين وعشرة قبل الألفين وعشرة كنت طبيب اقتصاد جراحة وأعمل في مستشفيات بغداد كطبيب جراح لكن عندما رأيت أن العملية السياسية بدأت تنحرف وبناءها من البداية خاطئ قلنا لابد أن ندخل ونغير من الداخل لتصحيح مسار العملية السياسية ودخلنا وأول دخولنا بالعملية السياسية ترى دخلنا بمشروع وطني العراقية كان مشروع وطني جمع السنة والشيعة والكرد وبرئاسة شيعية وكانت مشروع جيد لو سمح لها أن تنجح لكن المشاريع الطائفية لم تسمح لها أن تنجح من أن أرد أبدوياك العراقية مزقت أم مزقت نفسها حالها من حال بقية التحالفات التي بنيت إلى غاية قبل شهر وشهرين نحن نتحدث عن تحالفات مثل جبهة الإنقاذ والجبهة العراقية وغير ذلك من مزق العراقية وهم أنفسهم من بنوا أو أسسوا هذا المشروع أم أن هناك أيادي خارجية أقول خارجية يعني خارج القائمة والتحالف هناك أيادي شلون عملت على إضعاف وتمزيق مشروع العراقية بدأ أولا بالالتفاف على فوز القائمة العراقية أذكرك أخي حسام أن القائمة العراقية فازت كقائمة أولى والمفروض أن تكلف بتشكيل حكومة منا نبدأ الالتفاف عندما راحوا وقرار بمحكمة اتحادية هو قرار خاطئ و الآن رجعوا عكسوا هذا القرار توصلوا إلى أن هذا القرار حتى يحرمون العراقية من استحقاقها ونتشكل حكومة أذكرك في وقتها ثمانية أشهر تعطل تشكيل الحكومة فقط حتى يحرمون العراقية من استحقاقها منا لبدأ الاستهداف على العراقية صح أنت تعتقد في حينها أن هذا الاستهداف الممنهج كان كل من خارج يعني ماكو شخصيات أو زعامات بداخل العراقية استجابت بشكل أو بآخر لهذا الضغط أو رضخت في حينها أبداً أنا ما أقول لك العراقية كلهم أنبياء وكلهم أولياء العراقية فيهم من الناس الجيدين وفيهم مع الأسف يعني انحرفوا لمكاسب مادية ولأجل مناصب ومنافع وغير ذلك نعم ولكن مشروع العراقية الاستهداف بدأ من الآخرين وشلون حتى اللي بداخل أصحاب النفوس الضعيفة ومن اللي اشتغل عليهم حتى نعم حتى شكل هكذا dreams هكذا أس concentر ساء آه هكذا أول